لماذا يطالب بعض قادة الفصائل المسلحة بالتهديئة وعدم استهداف القواعد الأمريكية مجددا طبعا بعد التصعيد في البيانات على مدى الأيام الماضية هل لتفادي الخسائر مثلا كما حصل في جرف الصخر تفضل؟ الوضع يعني ينظر بمخاطر متعددة إذا ما استمرت الهجمات من قبل بعض الفصائل على القواعد الأمريكية المنطقة بصورة عامة تنظر باشتعال ربما لن يهدأ إذا صح التعبير هناك مخاطر عديدة تواجه المنطقة وهناك سيناريوهات عدة ربما ستجددت في العراق إذا ما استمر القصف واستمرت استهداف القواعد الأمريكية سواء في سوريا أو في العراق بعض قادة الفصائل يعلمون جيدا بأن أدخال العراق وأقحام العراق بهكذا يعني مرحلة هجومية بالتأكيد سوف لن يسفر إلا عن يعني دمار وعن ربما تفاقم الأوضاع الأمنية في العراق القوات الأمريكية المتواجدة في المنطقة بالتأكيد لها عدة خصوصيات ومنها هي ما يسمى بمشروع السلام في المنطقة كذلك أنهاء تواجد بعض الفصائل وأيضا بعض الفصائل لا تريد ربما تواجد الولايات المتحدة الأمريكية وقوات الأمريكية في المنطقة لذلك أنتم تشاهدون الآن قبول حماس في التهدئة وأيضا يتمنون أيضا تجدد أو إنهاء التوترات والحرب الموجودة في غزة وعلى غرار ذلك أيضا الفصائل الإسلامية في العراق وفي سوريا حتى في لبنان لا يريدون أن تتطور الحرب وأيضا تتمدد في بعض الدول لذلك عندما نتحدث عن العراق الخصوصية بالتأكيد نتحدث عن الحكومة الحالية أن تعلمون جيدا بأن هذه الحكومة مدعومة من قبل بعض قادة الفصائل ومدعومة أيضا من قادة الإطار ومن بيت السني والبيت الكردي لذلك استمرار الهجمات على قاعدة عين الأسد وقاعدة الحرية وقاعدة فكتوريا قرب مطار مغداد بالتأكيد هذا الاستمرار في الاستهداف سوف يدخل العراق إلى ما لو يحمد عقباه ويعيد العراق إلى البند السابع المثاق الممتحدة